تتمتع شات ونجيريا بعلاقات ودية واخوية طويلة الامد نظرا للقواسم المشتركة التي تربط البلدين وشعبيهم الشقيقين وتسمح المشاورات باستمرار بين الدولتين الجارتين بتوطيد علاقات التعاون القائمة لا سيما المجالات الحيوية كالامنية منها على سبيل المثال وتدخل الزيارة التي قام بها اليوم الوفد النجيري رفيع المستوى بقيادة مستشار الامن القومي السيد نوح ربادو وقائد الاركان النجيري الجنرال كريستوفر موسى في اطار بحث القضايا الراهنة ذات الاهتمام المشترك خاصة الاوضاع الامنية في منطقة بحيرة تشات ونقل مستشار الامن القومي النجيري السيد نوح ربادو تحيات الرئيس بولا احمد تينيبو الى نظيره تشادي محمد ادريس دي بيتنو قبل ان يسلمه رسالة خطية تحمل تعازي ومواساة السلطات النجيرية حكومة وشعبا لرئيس الجمهورية في مقتل الجنود التشاديين الذين سقطوا في ميدان الشرف وعرب الرئيس النجيري في الرسالة عن عميق حزنه لفقدان الجنود التشاديين المرابطين على ضفاف بحيرة تشاد بعد الهجوم الاخير وابلغ نظيره محمد ادريس دي بيتنو ان نجيريا حكومة وشعبا تقف الى جانب الشعب التشادي في ظل هذا الظرف الاليم وصرح مستشار الامن القومي نوح ربادو في نهاية اللقاء ان الشعب النيجيري والتشادي شعب واحد لن تفصلهم المآسي والاحداث الدامية لان كليهما يشعران بألم ومرارة الحادثة الاخيرة كما انهما يتقاسمان الافراح والاتراح بحكم الروابط الاخوية والعلاقات التاريخية المشتركة واكد نوح ربادو انه ناقش باسهاب مع رئيس الجمهورية الاوضاع الامنية في ضفاف بحيرة تشاد ومستقبل القوى المشتركة متعددة الجنسيات وابد استعداد الجيش النيجيريم واصلت العمل مع نظيره تشادي جنبا الى جنب لدك حصون ارهابي بوكو حرام واستئصالهم كليا من المنطقة وواصل مستشار الامن القومي النجيرية السيد نوح ربادو القول انه واثق تماما من ان الجيشين الشادي والنيجيري سيوجهان للارهابيين ضربات مجعة مشيرا الى ان القوة المشتركة متعددة الجنسيات ستشهد عهدا جديدا يعزز من مكانتها وقوتها منذ قبل وان استئصال ارهابي بوكو حرام من المنطقة بات مسألة وقت فقط لا شك ان النيجيريا الفيدرالية العضو المؤسس والفاعل في القوة المشتركة متعددة الجنسيات قد فهمت موقف شات وسخطه تجاه مواقف الدول الاعضاء في المؤسسة فالوفد النجيري ابلغ السلطات الشادية انه لا مكان للارهابي والارهابيين في المنطقة وان تطهيرهم بات وشيكا حسب ما جاء على لسان القائد العام للقوات النجيرية الجنرال كريستوفر موسى الاعمال الارهابية التي ظلت تمارسها جماعة بوكو حرام ضد الدول وشعوب المنطقة منذ نشأتها بلغت حدا لا يحتمل ولا يطاق وان الاعتقاد السائد وسط شعوب المنطقة هو ان بعض دول القوى المشتركة متعددة الجنسيات لم تفعل ما فيه الكفاية لوضع حد لهذه الجماعة الارهابية اشتركوا في القناة